سباح الخير و سباح الورد على كامل و مشتركي و مشتركاتي توحشتكم بزاف بزاف اليوم نهارت عبرد جبت لكم واحد الوصفة المطلع اللي راح تنسيكم في كامل الوصفات اللي جربتوهم والله العظيم ووصفة كيم عليكم تشوفوا قدام عينيكم و قطن و قطن و قطن ما شاء الله خفيف خفيف والبنة و ما نحكي لكم شو بدون خلاط بدون تعب بدون عاجين وفغيم وشوفهم الداخل يجي مفش فشو وش نحكي لكم قطنوا بساندويتج تاكلوه مع الشربة مع الماكلة صدقوني راح يولي معتمد عندكم و سورتوره و جاي سيدنا رمضان ان شاء الله على الأبواب اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة و لا تبخلوش عليا بتعليقكم و اشتراكاتكم و سورتوه بزاف تعالجها هنا دون زن سالة دي راح نجيب مغرف كبيرة الخميرة تعلق الخبز اما طريق او لا ناشفو نزيد عليها مغرف كبيرة تعلق السكر و كأس تاشاي تحليب البنات مشي بزاف غير كأس تاشاي الحليب غالي و من نبسح صراحة كديروا هاكدا هاد شوية بركة الحليب يعطيكم فرق كبير و زدت عليهم بانسيغ مغرف كبيرة تعلق الفارينة هادوهو ماء السرار المحترفين يحضروا لولوفن كيمال الخميرة البلدية هادي هي اللي راح تعطينا مطلع الله الله بالنسبة لهذا الكاس تعلق الحليب صغير يكون شوية دافي نعاود لكم مغرف كبيرة تاع خميرة مغرف كبيرة تاع السكر مغرف كبيرة تاع فارينة مغرف كبيرة تاع الشاي يعني كاس صغير تاع الحليب يكون دافي وبالنسبة لباقي الوصفة سنكملوها بالماء لا تخافوش كامل غير هاد الكاس صغير تاع الحليب انا راح نغطيها و نخليها 10 دقايق اكزاكتمو 10 دقايق على حسب درجة حرارة المطبخ تاعكم باش تنتفخ لي ضروري تنتفخ ماشي غير ترتاح لازم يتطاعف الحجم تاحا أنا د Sail تكتشك gran خذن الناح منظر رائع شوفوا البنات الله يباك والضاعف الحجم أنتفخ ملح ملح في 10 دقايق لكن الكوزين ع novel انتظرT كما الخميرة البلدية فارينة صدقوني البنات عندي غير فارينة على الخبز خميرة حلوة فارينة اللخرة كاملة في الأسواق فارينة الرطل لبنات المبتدئات والمائلة صغيرة نضع مغرفة قهوة للملح لبنات المطلوع ضروري نضع الملح من العاقة على قهوة 1.5 كيلو قسم ملح يصامط نضع ملح بعد ذلك فارينة نضع ملح نضع المجنة سومنا نضع طريق نضع السرق طريق بنات الماء صدقوني البنات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية نضع مراحل إلى تبعيتهم والله العظيم يدعوا به صدقوني توجده في رمش التعين بدون اي تعب وتقول لي هاد الوصفة معتمدة عندكم وسيختون مشارع رائع لربية البيوت أنا البنات دارت ديجا هاد المشارع عندو شوية اعوامة للوراء وصدقوني مشارع رائع ومربح ما فيهش كامل تكاليف وصدقوني فيه دراهم بزاف وسحضرك الحمد لله يعني يعني نخدم خدمة واحد اخرى وعندي القانات والحمد لله حبست هاد الخدمة ندير غير طلبية تاع الحلويات طنزنطن بس حلي ما عندها حتى خدمة صدقوني البنات والله العظيم مشارع رائع هنا راني نجبد هكذا عمل تحت ما نيش نخبط عني غير نجبد يعني باش نضمن بلي هادك الفارينة اللي كينام التحت كامل تخلطت لي شوفوا البنات يشبه شوية البداية تعاجين البغرير يعني البغرير الأصلي بتاع بكري يجي يتقطع يجي فغير منطع القراحو هنا مباشرة نعود نغطيه ونخليه يريح عشرة دقائق اخدموه بعشرة دقائق عشرة دقائق اللولة بشي خمرنا وعشرة دقائق الثانية بينسعكم الحلوي شوية بارد ندير من شفهم التحت ومن شفهم الفوق باش يطلع لي بالخف بس كوبورك لاجي نعره هي كبيرة يعني ارطل ماشي كمال اخترى اللولة هنا عشرة دقائق يرتاح يعني يبدل اختمار هنا نعره ونص خامر مهوش خامر حتى للفوق غير النص نجيب هكذا ملعقتها اكلتها زيت زيت عادية تقدروا يديروا بالماء بس حان نحب الزيت بسكو الزيت يعطيه لوكوتة يبغيو شي من الداخل يجي الله اللهم فشفو شفو القطن وحلو شوفوا لبنات نحي لاجي نتائم الصلاة دي شوفوا بدا هاداك لوكوتة المعلق يعني للاستيسيتات على باتتندار يعني غير نخبط فيها هكذا مانيش كامل محبس على كاميرا محبس تشتصوى غير بشتشوفو كلش على عينيكم هاوليك غير خلطت هاداك الزيت خبطت وبيها دخلت فيها الزيت نعود نغطيها ونصير ندير عليها مندير ولكوفكتورة على حسب الحرارة متى بيوتكم ونخليه حتى يختمر تماما شوفوا ما شاء الله كشران من فوق هاداك الفتوحات هاداك الفقاعات الغازية من الداخل ما شاء الله الوصالة ديتاي تعمر تعمر غير بنس كيلو فاينة وهادرط الفارينة رح يعطيني زوجة مطلوعات كبار ولا رح ندير أربعة صغار يعني ربعة متوسطين هنا رح نقرس بالزيت أنا البنات نحب ندير يدي في الزيت بش يعطيني إلاك ولا غديش هل المطلوعات هاو يعطيني لبنة هنا البنات بالنسبة للسميد سنتير سميد ناعم هذا السميد اللي نديرو به المسمن ماشي سميدة الحرشة السميد الناعم رقيق يعني إكستخافا الرقيق كامل اللي متوفره ديجا يعطينا مطلوع بدين وممتون كنا نرمدوه فيه يلسق فيه وما يقعد لنشف المقلاة ولا فتاجين هاداك السميد اللي يتفتفت ويطاح منك أحسن طريقة انكم ديرو السميد الناعم هنا هنقسمها على شكل مطلوعات متوسطين بالنسبة للمبتدئات اللي عمهما داروا مطلع نقلبها هاكده فيه نسين للم كامل هادو كل جوانب نربطهم بيقمشي نربطهم يعني نربز عليهم هاكده باش بتتحليش ملتحت في طبسية السميد هايلك نسو ديها ملح ملح وكيما راكو تشوفوا العجينة راهي طالقة طالقة روحة حتلتم يعني طريقة بل بزاف بس هاد اللي راح يعطينا مطلع قطن كيديو العجينة يابسة البنات سينامال يجيكم مزيع من الداخل ما يجيكم فشم فشفش هنه يديره كشتان ينعمون هازيت وبينسي راح نطيبو غير في المقلة ويجينا فغيم والله الله كيما تقدروا تطيبوه في الكوشتان يجي محمى الله الله ويجي فارغ من الداخل سورتو اللي ساندويتج انا حبيتو باش ديرو بيه هاد الكميه ديرو بيها مثمنية حتى العشرة حبيبات صغار يجوكم فغيمو عالمه هناني نرمد فيه منح في سميد ونقلبو وبيانسيغ نوجدو اكوتية اما ورق الزبدة ورق الطهي او لا نوجدو من شافها ولانتو شون ديرو فيه انا نحب ورق الزبدة باش منعيش روحيك نجي نرفض هاوليك ربع حبات ثلاثة عدرتهم شوية كبار ورابعة عدتها شوية اصغر جي في اكس بري او هكذا نكمل كل الش بنفس الطريقة يجب ان تقدروا فيه مندين وترفضوه مباشرة تقلبوه على المقلاتاكم بس حانا نحب هاد الورق من جهه منعيش روحي او من جهه بش ميفسدلش على خطرش طريب بزاف شبخافي هنديرو هكذا في الورق ومنعبصش عليها حتى نكمل كامل الكميان اللي عندي على حكي نكمل الكميان عاود نقولي الحب اللولى شوفو كاش ارتاحت وراهي تنطلق وحدها شوفو ما شاء الله رايح نوصلها بصمكة اصبع ولا اقل من اصبع هايلك كتخلوه يرتاح يعني قسمة تكملو الاربع حبات مباشرة نجو للولى والثانية والثالثة تلقوها مرتاحو وبينسو غير تكملوه مرحة بعد كون ديشا ارتاحت هنا كوم الله يباركة انا كبرت وشوفو البناتة ما شاء الله ما كنجيب ورقة وحد اخرى بش نخدم اهنا راني خليتو ارتاح بينسو غطيتو بمين شافا وخليتو حتى خمر شوفو الله يبارك ضاعف الحجم تاعو هنا راح نقطعها كدع بالمقص و لا قادرين يعني من مدقيق اللو لا تقطعوا الورقة تاعكم وقع هنا كوم كانوا عندي شغلات وحد اخرين هني يديرك سرق بايل دلوت خوكوتي وقع دونك خليتو هاكدك هنا درتو في المقلق وخليتو ينتفخ على نار قليل البنات فغيمو نار قليل بزاف شوفو ما شاء الله هنا جبتو فوق الطابلة باش تشوفو بعين هيكم بلي شوفو الورقة تتنحى بكل سهولة هنا تجيبوا اي ادات هنا راح غير فرشيطة في يدي جيبوا ادات تقلبوا بها ولا غير فرشيطة شوفو البنات ملتحت طعيب مطلوع الله الله حميمر بهديك الزيت اللي تشوفو تقول طهي بفطاجين حاولك ونكمله ان شاء الله هنطيبو كامل باقية هنا الطابلة تحنا كيما راكو تشوفو دت معها العدس شوية زودية وبينسوا قدرت تكسل قبيل بزيت الزيتون الله الله قهوة صباح كمانا الويكاند وغدو ان شاء الله مدرسة وهنا درت بيتزان مزبوش بشوية صومة وحوماش وبخبز الطوست درت هكذا زوج وقسمتهم على 4 طاني كاريت هكذا هذا هو الغداء تمنى ان شاء الله ينالاعجابكم هذا المطلع تجربوه البنات صدقوني والله العظيم ينتكل في دقيقة هنا نمدير 4 طانيب 4 طانيب مكتب